أعرب رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان رامي عبدو عن ظهوله واندهاشه من التقرير الأمريكي الأخير الذي يدين الجرائم الإسرائيلية في غزة مؤكدا أن واشنطن تحاول تحسين صورتها أمام العالم أجمع وإبعادها عن كافة التهم من خلال إصدار مثل هذه التقارير وأوضح رئيس المرصد الأورو متوسطي أن واشنطن على دراية كاملة بكافة الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين مؤكدا أن مثل هذه التقارير لا تعد عن كونها أداة من أدوات الدعاية الأمريكية التي تحاول أن تقول أنها لا زالت تحترم حقوق الإنسان ولا تفرق بين جنس وآخر